اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان قدامي ثلاثة حلول ان انت اول حاجة ان انت تعمل من خلال الويندوز بالموبايل من خلال برنامج المشكلة التانية او من خلال برنامج وخلال حساب الويندوز ودي صعب على ناس كتيرة تعملها والحل التاني ان انت من خلال شراء يو اس بي يو اس بي طايب سي بتحط اليو اس بي في الكمبيوتر والطايب سي في الجهاز عندك وبتبدأ تنقل بياناتك عادي صورك وافلامك وحاجتك من على الموبايل للكمبيوتر ومن الكمبيوتر للموبايل انا جايب لكم النهاردة حل كمان تالت وهو ممكن تستخدمه وده للاجهة الناس اللي عندها كمبيوترات قديمة مش كمبيوترات حديثة لان الكمبيوترات الحديثة واللابتوبات الحديثة فيها بلوتوز وفيها واي فاي دايريكت وفيها حاجات حديثة انا بتكلم عن الناس اللي عندها كمبيوتر قديم مفهوش تقنية بلوتوز او تقنية واي فاي تمام بتكلم بقى النهاردة عن تقنية البلوتوز ومعايا النهاردة جهاز صغير هيعجبكم وهو البلوتوز الجهاز دا كنت شاريه من فترة وكان 8 و 10 جنيه الجهاز دا ممكن من خلاله تربط الموبايل بتاعك او توصل الموبايل بتاعك بالكمبيوتر جهاز مميزاته ان هو حجمه صغير زي ما انتم شايفين كمان 8 صغير ممكن تجيبه بعشرة جنيه كمان ان هو سهل اللي انت تبعث البيانات بتاعتك من الموبايل للكمبيوتر ومن الكمبيوتر للموبايل كمان الحاجة الوحيدة كمان السهلة فيه ان هو ما بيحتاجش تعريفات ان انت على طول اول ما بنت بتوصل بتحط الجهاز دا او البلوتوز دا فيه الكمبيوتر بيتعرف عليه الجهاز على طول تمام وكمان سهل مش عايز برامج او اي حاجة تابعونا هنوريكم ازاي بنللل بياناتنا وصورنا من الكمبيوتر من كمبيوتر اه للموبايل وموبايل للكمبيوتر بتاعي في الكمبيوتر بيظهر لي علامة البلوتوز كده جنب الساعة هي اه كده من غير اي تعريفات او حاجة الجهاز بتعرف عليه على طول بسهولة زي ما قلت لكم قبل كده وعشان بقى ابدأ اعمل اقتران بين الموبايل والكمبيوتر بدوس كده على علامة البلوتوز واعمل ادد ديفايس وباروح بقى على الموبايل بتاعي وبخلي البلوتوز بتاعي مرقي عشان جهاز الكمبيوتر يقدر يقرى الموبايل بتاعي تمام بعد ما عملت الجهاز مرقي اهوت وظهر لي اسم البلوتوز اللي هو مصري مصري ظهر لي كمان على الكمبيوتر اهوت كجهاز بلوتوز كجهاز موبايل ببدأ بقى عشان اعمل اقتران بضغط على الجهاز دوت اتنين كليك كده عشان يحصل الاجتران جاب لي هنا رقم ونفس الرقم برضو طلب اقتران على الموبايل باختار هنا موافق على الموبايل زي ماشتوا شايفين واعمل هنا نيكست كمان على الكمبيوتر هيبدأ يضيف لي جهاز الكمبيوتر والموبايل او هيضيف لي جهاز يعمل اقتران بين الموبايل والكمبيوتر من خلال تقنيت البلوتوز كده خلاص ضاف الموبايل عندي كده الموبايل اتضاف او حصل اقتران بين البلوتوز وبين الكمبيوتر والموبايل من خلال تقنيت البلوتوز تعالوا بقى نجرب ننقل صور من الموبايل للكمبيوتر والعكس تعالوا معنا هنوقف الفيديو نجمع من الصور على الموبايل بتاعي عايز انقلها بقى على الكمبيوتر هنقول لكم نعملها ازاي باجي هنا اعلم على كده على الصور بتاعتي اهيت تمام واعمل مشاركة وهاختار من خلال البلوتوز تمام كده وهاجي هنا في الكمبيوتر واضغط على البلوتوز واعمل او استقبال الملفات وهعمل بقى هنا في الكمبيوتر هبعت الملفات دي تعالى اللي هو محمد بي سي اللي هو الكمبيوتر بتاعي تعالوا كده هتشوف هيحصل ايه بدأ يبعت الصور بتاعتي اهيت من الموبايل للكمبيوتر وسريع مش مش بطيء ولكن سرعوته كويسة وكمان ممكن تنقل اه افلام او 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 اغاني وكل حاجة اللي انت عايزها بعد كده بيجي لك بقى اللوكيشن هو بيعمل في الكمبيوتر لا انا عايزها اخليها على الديسك توب عشان اوريها لحضاراتكم واضغط اضغط هنا موافق واعمل ظهرت لي الصورة هيت على البلوتوز ظهرت لي الصور هنا على الديسك توب هيت زي ما انتم شايفين بسهولة وبطريقة سهلة جميلة باستخدام البلوتوز لو عايز اعمل الموضوع دوت العكس بروح معلم كده على الصورة هوت واعمل هنا سيند باي واختار هنا البلوتوز هيظهر لي الجهاز بتاعي اللي هو مصري مصري هاخضغط عليه هيبدأ يبعت الصور ويجي لي هنا اشعار هوت نقل ملفات بعمل قبول على طول وتبدأ الملفات بتتبعت من الكمبيوتر للموبايل بسهولة باستخدام البلوتوز اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى كمان اكون اضفتلكم معلومة جديدة اتمنى كمان تعملوا لايك وشير للفيديو وتدعموا القناة وان شاء الله سنونا فيديوهات تانية جديدة وجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة